يمكن الخبر الأبرز لكل المتابع لأخبار السياسية تحديداً وهو زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإنجولية لواندا كأول رئيس جمهورية مصري يزور إنجولا تحديداً في مستهل جولته الإفريقية اللي يمكن بتشمل زنبيا وموزنبيق وده بيأكد إن ما فيش شك إن الدولة المصرية بعد 30 يونيو ركزت على بناء شراكات خارجية مع كل القوى الدولية بشكل في نوع من الاتزان وأصبحت قوة إقليمية القوى دي بتتحكم في رسم سياسات المنطقة وبتحمي مصالحها في أي مكان وده من خلال تعزيز وكمان ترصيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليمياً واستعادة مكانتها الدولية ويمكن ده بسبب رؤية القيادة السياسية الواضحة للحقائق الدولية والإقليمية وكمان التفاعل المباشر التفاعل الواضح على المستوى الرئاسي مع كل القضايا اللي بتمس المصالح المصرية ويمكن هنا في الفترة دي تحديداً من فترة العشر سنوات منذ صورة 30 يونيو شفنا الدور الإقليم الرائد لمصر شفنا زي مصر كانت رقم فاعل في كل المعادلات السياسية الخارجية تحديداً سواء كانت إقليمية أو دولية في نهجة كده بتنتهج دايماً الدبلوماسية المصرية عادة فكرة أن الدبلوماسية المصرية دايماً لها طريقة كده قرار التعامل بيكون دايماً قرار وطني خالص بينبع من المصلحة الإقليمية والمصلحة الدولية لمصر بالإضافة لحرص مصر الشديد الدائم على استقلالية الدول والجنح للسلام ولكن في نفس الوقت دايماً بيبقى فيه تركيز على التعامل الخارجي ودور مصر الرائد الدور الإقليمي لمصر بعد 30 يونيو برس بشكل كبير جداً خصوصاً أن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص في سياغة السياسة الخارجية على مبادئ ثابتة ووضحة جداً للمجتمع الدولي المبادئ دي بتدعو للاحترام المتبادل المصلحة المشتركة البنى والتنمية ده طبعاً بالإضافة لمبدأ مهم جداً هو الحفاظ على حدود الدول ووحدة أراضيها بعيداً عن التقسيم والتفتيت اللي احنا شايفينه ابتدى يحصل في المنطقة يمكن يا منا اللي بيأكد كلامك كمان أن كان نهجة الدبلوماسية المصرية هو نهجة ثابت منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سدت الحكم في جمهورية مصر العربية وكان النهج ده دايماً بيقول عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية الحفاظ على حدود الدول لما بنيجي نتعامل بنتعامل مع المؤسسات الموجودة في هذه الدول وإذا كانت هناك دول تعاني من صراعات لابد أن يكون الحل نابع من أهل هذه الدول ويمكن وخلال السنوات اللي فاتت تحديداً مصر حصدت ثمار سياستها الخارجية المتوزنة وهذه السياسات التي تتمتع بقدر كبير جداً من الاتزان وعدم يعني قيام علاقات أحادية الطرف لازم تكون هذه العلاقات مبنية على التعاون المشترك المصالح المشتركة وقدرنا إحنا نجني ثمار هذه السياسات من خلال الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن تحديداً وكمان ترقص مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن ويمكن هنا دايماً لما ترقصت مصر هذه اللجنة تحديداً كنت بتذكر كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي دايماً كان بيقول أن مصر كانت في وقت من الأوقات بتحارب الإرهاب نيابة عن العالم كان عندنا إرهاب ويمكن كان بيصدر لنا من كل الدول في وقت من الأوقات لكن مصر قدرت اللي هي تنجح فعلاً في التصدي لهذا الإرهاب وضح الإرهاب قدرت كمان مصر خلال هذه السنوات تقدر لها تجمع ما بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ وشفنا مصر وهي بتنظم كوب 27 شفنا كمان اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي في 2019 ويمكن تحديداً الاتحاد الإفريقي يمكن إحنا كلنا عارفين أن أثناء الثورة وبسبب تعنت من عدد من الدول تم سحب عضوية مصر من الاتحاد الإفريقي لكن سرعاً ما قدرنا أننا الدبلوماسية المصرية التي هي تعود سريعاً للقرة الإفريقية وترأس الاتحاد الإفريقي فيه برضو طفرة كبيرة حصلت انتقلت مصر من مرحلة التأثير المتنامي أو مرحلة النشاط المتنامي لمرحلة التأثير النوعي الحقيقي اللي ابتدى يحصل وده طبعاً حصل وشفناه في أفريقيا مصر نجحت في أنها تبقى دولة قائدة ورائدة أو تعود كدولة قائدة ورائدة في محيطها الإقليمي بالذات في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقى الدفاع عن مصالح أفريقيا بيأتي في صدارة سياسة مصر الخارجية اللي طبعاً بتقوم بدور فاعل في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك وكمان بتنشط التعاون بين مصر والأشقاء الأفرقى في كل المجالات بالإضافة طبعاً لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل دعم التنمية في القرى السمراء دعم الاستقرار السلم والأمن في كل الدول الأفريقية يمكن النهاردة حنكون بنتكلم عن حصاد عشر سنين من الدبلوماسية المصرية خلينا نشوف إيه اللي حصل وإزاي الوضع التطور وإزاي رجعنا تاني بنؤثر وبقين ورجعنا تاني كقوى فاعلة في المنطقة وميزان القوى يتوزع تاني بشكل مختلف في مختلف العالم ونصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر